اشتركوا في القناة خليفة عند كنز الكعبة ثم لا يصل الى واحد منهم بداية الاحداث اللي في نهايتها هيظهر الامام المهدي زي ما كلنا اصبحنا تقريبا عارفين هذا الكلام الاكتهادات كترت جدا في موضوع الامراء السلاسة كلام كتير جدا متى سيبدأ هذا الاقتتال فعليا على ارض الواقع وايه السيناريوهات كيف سيبدأ هذا الاقتتال ايضا الكلام عن شخصية الامراء السلاسة من هم الامراء السلاسة فتعالوا معي في هذه الحلقة المهمة جدا ان احنا نتكلم عن كلام نزعم ان هو كلام جديد في هذا الموضوع وفي هذا الملف ولكن في البداية لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب ونشاير الحلقة على اوسع النطاق ممكن كي يتعم الفائدة في اعتقادي ان الموضوع بدأ من بداية سنة 2017 لما كل الناس اتفجأت ان الامير محمد بن سلمان بن قسين الحكومة او الدولة السعودية بدأت حملة تطهير ضد الفساد وشملت هذه الحملة طبعا حملة تطهير ضد الفساد يعني كأن مثلا الموضوع كان موضوع مختفي ومنتظرين بأن يظهر ولي العهد عشان يقضي على هذا الفساد ما علينا بدأ هذا الامر باعتقال عدد كبير جدا من الامراء مما ادى الى ذهاب الناس الى فكرة بداية الاقتتال وفعلا الناس قالوا ان الاقتتال بين الامراء الثلاثة بدأ من 2017 وترد عليهم في ذلك الوقت من الناس الباحثين والمتخصصين ان لا لازم الاقتتال يبقى مباشر وعلى ارض الواقع ويبقى فيه ضابط هام جدا الى وهو موت الملك ثم يحدث الاقتتال واستمر هذا الوضع موضوع الاعتقال لغاية سنة 2019 لما اعلنوا عن قبول هؤلاء لتسويات معينة خدوا منهم يعني الارشين علشان خاطر يقبلوا الايه التسوية ويسيبوهم في حلهم هل انتهى الامر لهذا الحد خلص الموضوع طبعا مخلصي هؤلاء الناس اللي كانوا الامراء المعتقلين بالرغم ان تم اطلاق صراحهم وده الظاهر ولكن اتحط بعض منهم قيادات منهم على قيد الاقامة الجبرية وان لم يعلن هذا الكلام يعني كل ما يحتاجوهم فاي لقطة ولا في اي حاجة يتم استدعائهم بين قسين يعني بيجيبوهم كده يشيلوهم كده يحطوهم في المكان ويتم تصوير اللقطة اللي هم عايزينها وبعد كده يرجعوه لقيد الايه الاقامة الجبرية عايز اقولك كمان ان ما تم اعتقال هؤلاء سنة 2017 ما كانش اعتقالهم في سجن ده فضلهم فندق كبير ويتحاول هذا الفندق لايه لشبه ايه معتقل لايه لهؤلاء واستمرت الاحداث وبقي السؤال الرئيسي كيف سيبدأ الاقتتال ما بين الامراء السلاسة ومين هم اصلا الامراء السلاسة انا متابع ونقل لي لان اي حاجة بيتم ارسالها عن طريق التعليقات الاخوة اللي معايا في القناة بيبعتها لي وبنحاول ان احنا يعني نناقشها وهل في امكانية للرد على هذا الموضوع ام لا ورأيت ان الفترة اللي فاتت ان بدأ ينتشر على او تنتشر على قنوات اخر الزمان فكرة جديدة عن موضوع الاقتتال فكرة الاقتتال ما بين الامراء السلاسة كيف سيبدأ وان في ناس من الامراء المعتقلين اللي هما قيد الاقامة الجبرية مش ما فيه سجون مش قاعدين في سجون قيد الاقامة الجبرية هيهربوا من المكان بتاعهم اللي هما معتقلين فيه او قاعدين فيه تحت الاقامة الجبرية ويبتدوا انهما يلتحقوا بايه بالقبائل اللي هي مسندهم واول ما نذكر موضوع القبائل نفتكر كلمة ايه تنازع القبائل اللي ذكر فيه الاحاديث وبدأ اسقاط هذا الكلام انا بنقل اليك اللي بيدور الايام دي في اروقة التفكير بتاع الناس الباحثين اللي بيتكلموا عن هذا الموضوع وبدأ الكلام يبرول في فكرة الاسقاطات الزمانية ان الموضوع ده ممكن يحصل في موسم الحج وبدأ يبقى فيه طرح جديد جدا الا وهو ايه هذا الطرح طبعا اؤكد ليكم ان انا بنقل ليكم دي وجهة نظر وهقول لك رأيي في الاخر فما تستعجلش عشان كده بقول لك تابع الحلقة من اولها لاخرة وجهة النظر دي بتقول ان الملك سلمان بالفعل مات وان فيه تكتم كبير جدا على موت الملك سلمان وان فيه خضم موسم الحج ده خاص بعد انتهاء موسم الحج هيكون لسه موسم الحج خلصان هيبتدي ان الامراء المعتقلين هيخرجوا من اعتقلهم ويجروا على القبائل اللي بتناصرهم ويبدأ موضوع الاقتتال فواحد يقول لي طيب ما هو الملك لسه لم يعلن انه هو مات فالسيناريو ده بيتكلم ان لا في خضم هذه الاضطرابات هيعلن ان فعلا هينكشف بمعنى ادق ان الملك سلمان مات منذ فترة وان الاقتتال يبدأ مباشرة في ايام الحج انا خلاص كده نقلت ليك وجهة النظر اللي بتتكلم عن هذا الموضوع او هذه الفرضية وعايز اقولك ان الاشكالية كلها في ترتيب الاحداث ان وتكلمنا في موضوع ترتيب الاحداث ده كتير ان الاحداث هتبدأ منين على فكرة اصعب حاجة بداية الاحداث وبعدكها خلاص الموضوع زيها هيقر يعني يعني حلقات في ايه في خرازات في ايه في حلقات ويزيل حلقات بمجرد ما واحدة تقع الباقي هيجي وراها على طول ده كلام احنا عارفينه ترتيب الاحداث هو الاشكالية الكبيرة فعلا انها هتبدأ الاحداث منين فواحد يقولك لسه الفرات لم ينحسر ويظهر جبل الزهب لسه النجم الطارق ما ظهرش طيب ازاي وهل فعلا الاحداث دي كلها تبتدي من من زلحجة طيب ولو حصلت في زلحجة يبقى الاحاديث اللي بتتكلم عن ترتيب اخر ايه موقفها طبعا هذا المشهد الملتبس في ترتيب الاحداث مش في قرب الاحداث ركز اوي في الموضوع ده في ترتيب الاحداث طبيعي جدا لان اسقاط الاحاديث ده موضوع اجتهادي كل واحد بيرى ان الاحداث ستبدأ من زاوية معينة وفي الاخر خالص بنقول كلنا العلم عند الله سبحانه وتعالى وحده يعني حبيت لنا القي الضوء على هذا الموضوع من جانب فرضية جديدة احنا كلنا كنا حطين في ذهننا السيناريو اللي هو التقليدي اللي هو ان يعلن ان الملك سلمان اتوفى ملك السعودية وتتعامل مراسم الموت والجنازة وبعد كده مراسم تولية ولي العهد ويحدث بعد ذلك الاقتتال بعد شهرين ثلاثة ولكن جتلنا هذه الوجهة وهذه الفرضية الجديدة اللي انا في اعتقادي استبعدها يعني برضو عايز اقول لكم للامانة العلمية انا استبعد هذه الفرضية لان هذه الفرضية هتخدنا لمنحنة مختلف الا وهو ايه ان لسه في احداث حوالينا لان احنا اتفقنا ان احداث اخر مقدمات المهدي متوازية مش ورا بعض في احداث لازم المفروض تحصل في مصر الاول وبعد كده احداث تحصل في نفس تقريبا الوقت في اوروبا وامريكا واحداث على الجانب الروسي والحروب والكلام دوت فانا ما زلت مصمم بشدة ان موضوع الاقتتال وموضوع الاحداث اللي هي تتواكب مع الحج القادم اللي هو بالمناسبة بعد ايام قليلة يعني جدا استبعد هذه الفرضية مع احترامي لكل المجتهدين وكل من يكتهد في وجهات هذه النظر الجميع بيبحث عن الحقيقة احبتي في الله لا تنسونا دائما من صالح الدعاء وعايزين التعليقات بتاعتكم يعني قلولنا رأيكم ايه في هذا الموضوع بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته